اعلن الجيش في زمبابوي سيطرته على السلطة ووضع الرئيس روبرت مقابي قيد الاقامة الجبرية بحجة ابعاد المجرمين عنه وتعيش البلاد حالة من الغموض بسبب تضارب الانباء حول الدوافع الحقيقية وراء ازاحة قادة الجيش لمقابي الذي يحكم البلاد مد سبعة وثلاثين عاما اهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه في محورين هل ما قام به قادة الجيش في زمبابوي انقلاب على الرئيس مقابي ام تصحيح لوضع واي مستقبل للاستقرار السياسي في افريقيا وشبح الانقلابات يخيم على المؤسسات الدستورية تقرير رؤوف تحاني يضع الموضوع في سياقه ثم نفتح النقاش هل تطوي زمبابوي عهد الرئيس روبرت مقابي تصريح احد قادة الجيش حمل الاجابة ان الجيش يتوقع عودة الامور الى طبيعتها بمجرد استكمال ما وصفها بمهمته ادرك الزمبابويون من خلاله ما وصلت اليه بلادهم من صراع حول مفاتيح الحكم بين اطراف لطالما كانت تتقاسم مغانم السلطة الجيش اكد ان مسعاه يستهدف ابعاد المجرمين عن الرئيس موغابي وليس انقلابا عسكريا في حين يرى متتبعون ان السيدة الاولى في البلاد غريس موغابي حرم الرئيس طموحاتها لخلافة زوجها القابع على كرسي الرئاسة منذ 1987 قد حركت قبعات الجيش بقيادة الجنرال قسطنطينو شوينغا اقالة اميرسون منغانغوا الرجل الثاني لموغابي في الايام الاخيرة عجل من انسداد المشهد السياسي بالبلاد فالرجل معروف عنه انه الجسر الواصل بين اجنحة السلطة من الرئاسة الى الجيش لم يطل الامر حتى عاد المعزول وعزل الرجل الاول للحزب الحاكم الشعب طرف لا يمكن اقصاؤه مما تعيشه زيمبابوي فهذه المشاهد اقوى دليل عما يفكر فيه هؤلاء عن رئيسهم وماضيه الثوري زيمبابوي ما هي الا محطة من محطات لا استقرار بافريقيا فالقارة التي مزقتها الحروب الاهلية ومثلت الانقلابات فيها اقصر الطرق الى السلطة حين يذكر ان الخمسين السنة الاخيرة عرفت وقوع حوالي ثمانين انقلابا فاي مستقبل لقارة يصفها البعض بقارة الانقلابات نرحب بضيفينا في هذه الحلقة الاستاذة امين ارباحي استاذة العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية كما نرحب ايضا بحمزة محصول الكاتب الاعلامي المهتم بالشؤون الافريقية لو بدأنا مع الاستاذة ارباحي قائد الجيش في زيمبابوي ينفي وصف خطوة الجيش بانها انقلاب هل استيلاء الجيش على السلطة باي حال من الاحوال يمكن ان يوصف بغير وصف الاقلاب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا بد أن نعرف قبل حتى نفهم ما حدث في زيمبابوي لا بد أن نفهم ما معنى الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري هو انقلاب جيش على الرئيس يعني انه تحت انقلاب واحد في الجيش وهو تحت قيادة الرئيس من المفروض يعني قيادة على مرؤوسها يعني على القائد التاح وهذا معناه بالانتقال من السلطة الشرعية إلى السلطة الغير من عادة بالقادة العسكريين تحت امرت المدنيين طبعا العسكري يصبح هو القائد والمدني يصبح تحت قيد الاجبار ما حدث في زيمبابوي هو نقدر نصفه بانه انقلاب عسكري لكن التصريح نفسه طريقة الانقلاب هي طريقة غير عادية يعني ليست بالطريقة القديمة وهذا ربما لانه طالما طالما افريقيا عرفت الانقلابات العسكرية وهذه الانقلابات العسكرية كانت يعني على العموم كانت يكون فيها رد فعل عنيف مع الانقلابات وحتى عدم الاحتراف اليوم ربما افريقيا تعلمت الدرس بان تقوم بانقلابات ناعمة او انقلاب شبه انقلاب ما حدث في زيمبابوي هو محاولة الجيش اقناع الزيمبابويين وحتى الافريقة يعني هذا شعار الخطاب كان موجه للزيمبابويين وخطاب للافريقة بان ما يحدث هو تصحيح وضع يعني اننا نحن لسنا ضد موغابي كرئيس كاب الروحي لزيمبابوي وانما نحن نحاول ابعاده عن الفسد في صفد غم لهذا انقلاب على الفسد عفوا انتلاقا مما ذكرته الاستاذ ارباحي حمزة محصول بين الجيش يتحدث عن حماية الرئيس من محيطه ويدعو المواطنين الى التحلي بالصبر والهدوء هل هذا الدافع يعد مقنعا لتبرير خطوة الجيش بمعنى حماية محيط الرئيس هو حماية الرئيس من محيطه يعني الجيش يرى ان الرئيس محاط بجماعة من المقربين همهم الاستحواذ على السلطة من بعده والاستحواذ او السيطرة على لما نقول السلطة فمتبوعة باموال وممتلكات الشعب الى اخره فهذه هي خطوة الجيش الان هل اقتنع الشعب بخطوة الجيش هل اقتنعت المعارضة بخطوة الجيش هذا الامر لا نراه في ما يحدث الان في زنبابوي على رغب من خطاب موغابي امس نعم لان ما يجري في زنبابوي الازمة الحالية في زنبابوي هي داخل اركان نظام الذي اسسه موغابي منذ 37 سنة يعني مؤسسة الجيش والحزب الحاكم زائد جمعية المحاربين القدامة هذه الثالث اركان كان مرتكز عليها موغابي طيلة سنوات حكمه واستطاع بهؤلاء الثلاثة يعني هذه المؤسسات مواجهة خصومه من المعارضة وسحقهم في اكتر من مرة الذي حدث هذه المرة ان هذه المؤسسات الثلاثة تخلت عن موغابي وانفضت من حوله من تقصد المؤسسة الثلاثة؟ المؤسسة الثلاثة هي الجيش والحزب الحاكم وجمعية قدماء المحاربين رفقاء موغابي يعني يطالبونه اليوم بالاستقالة ويحمونه من محيطه ما هو هذا المحيط؟ المحيط هو زوجة موغابي التي لم تخفي طموحها في خلافته وقالت سنة 2014 يقولون أنني سأصبح رئيسة لما لا؟ فألست أنا أيضا من زنبابوي يعني هذا طموحها مشروع فالذي يجري في زنبابوي ليس مرتبط بمواجهة بين فصيلين سياسيين بحكم يعني انتماء إثني أو عرقي مثل ما هو متعارف عليه وإنما أزمة داخل نظام حاكم هناك تزعزع لأركان نظام حاكم واختلال في ميزان القوى داخل هذا النظام ولكن حمزة عفوا على المقاطعة هذا حمزة يتحدث عن اختلال ميزان القوى هل قوة العسكرية من أخلت بهذا الميزان أم أعادته إلى نصابه؟ لا لا أعتقد أن الجيش تدخل أركان السلطة كما وصفها حمزة صحيح أن الجيش في الحالة الزنبابوية عكس الإنقلابات الأخرى التي نعرفها في أفريقيا فهذا لم يتدخل مباشرة لتغيير كل النظام جاء لتصحيح لتصحيح وضع معين لأن زوجة الرئيس منذ 2014 أصبح عندها طموح سياسي وواضح داخل الحزب لأنه عند ترأسها كانت في جمعية النساء الزنبابوية وأصبح هي التي تمثل تتمثل الجمعية نسوية والتي تقريبا أطاحت بالرئيسة باتهامها بالفساد واليوم بعد هذه الخطوة اليوم في نوفمبر في بداية نوفمبر تعلن صراحة أو تبين نيتها الصريحة بخلافة موقابي وهذا يعني أنها تطيح بكل المحيطين المنافسين صحة تعبير خاصة نائب الرئيس اللي هو حقيقة هو الشخصية الثانية اللي مفروض أن تكون هو أحد أطراف الفاعلين في الصراع على السلطة في زنبابو ولكن حمزة انطلاقا من شرح الأستاذة فيما تعلق بطموحات حرم الرئيس موقابي جريس موقابي هل هو طموح المشروع؟ من حق السيدة تترشح ولكن ما الذي يعيب مواقف الأطراف الأخرى؟ سياسيا الأمر في إفريقيا عادة يجري عن طريق تعديل الدستير الاستمرار الرئيس ما في الحكم وهذا يخلق مشاكل وهذا ما تنفيز زنبابو في العهدات السابقة الآن في زنبابو الأمر لا يطرح من مدى أحقية السيدة الأولى في ترش عاملة ولكن يؤخذ من زاوية توريث هناك توريث للحكم من قبل موقابي لزوجته وهذا لا يرفضه فقط الشارع في زنبابو وإنما حلفاء موقابي ورفقاء ذربه وأعضاء حزبه الذي يحكمه منذ عقود وأيضا مؤسسة الجيش فلما نشوف طريقة تعامل الجيش مع موقابي يعني وضعه تحت إقامة جبرية ثم سمح له بمشاركة في نشاط طلابي وظهر معه الجنرالات خلفه ويلقي خطاب للأمة يتحدث عن حل أزمة بهدوء يعني أعطوه هامش كبير منه فالجيش ليس ضد زنبابو كشخص أو كرئيس أو كزعيم طوري وإنما اللعبة خلافة زنبابو انطلقت قبل أوانها لو نرجع إلى الأشهر القليلة الماضية موقابي أعلن عن نيته الترشح السنة المقبلة لعهدة أخرى ولكن لا أحد عارض سواء من الحزب ولا من الجيش ولكن لما تمت إقالة نائب الرئيس إميرسون مونج ناقاقوا ناقاقوا يعني لما تمت إقالته يعني عرف الجميع أن السباق انطلق قبل أوانه وبالتالي قواعد اللعبة تفرد تعامل مع الوضع بضرورة إقالة أو استقالة الرئيس موقابي ولكن حمزة عفوا ما موقع حزب الحاكم اليوم في زنبابوي من هذا الصراع وهو الذي ربما بادر بعزل الرئيس موقابي من الحزب هو وزوجته هل هناك صفقة أو سيدة رباحي ما بين قادة الجيش والحزب الحاكم لا ليست صفقة ما الذي جاري هو المشكل الأساسي هو السيدة غريس موقابي وليس موقابي كرئيس السيدة غريس في الخلفية حتى نعطي الأمور بوضوح السكرتيرة التي تتحول إلى السيدة الأولى ثم تطمح بأن تكون رئيس وفي هذه الفترة من السكرتيرة إلى حتى الترشح أو نيتها في الترشح هذا كلها على حساب من؟ حساب القدامى القدامى المناظرين السيدة غريس لم تكن أصلا في ذهنية الزمبابويين من المناظرين عكس الزوجة الأولى فنشوف بأنها هي تطيح بالمناظرين الأساسيين في الحزب وأيضا بالناس اللي عندهم مكان في الذاكرة الزمبوية معنا بلي موقابي كأب روحي لزمبابوي الذي حارب الأقلية البيضاء مع زوجته مع النائب الرئيس فنشوف هؤلاء عملوا على الكفاح من أجل تحرير الزمبابوي وأخذوا الحكم بطريقة أنا نسمي الوضع كما هو بشرعية تاريخية السيدة غريس ليس لها هذه الشرعية تاريخية عليها الاحتكام إلى المشروعية الدستورية وعلى هذا نرجع إلى المشروعية في الشعبية لأن ترسخت صورة لدى الرأي العام الزمبابوي عن هذه السيدة الأولى أنها سيدة بدخ وإنفاق في عز أزمة اقتصادية يعني نتائج سبر الآراء أو صورتها لدى الشارع غير جيدة تماما وغير إيجابية وبالتالي فالشارع ورفقة الجهات النافذة في المؤسسات الحاكمة لا ترى فيها بديلا لزوجها روبير موقابي لذلك في سؤالك الأستاذة قلت ما موقع الجيش الجيش لم يخضع موقابي إلى منطق القوة عادة لانقلابات تجرية توجه الجيش إلى تلفزيون يعلن في بيان عن إطاحة بالرئيس الفلاني ووضعها في زجن وتعيين سلطة تشرف على مرحلة انتقالية إلى غاية انتخابات هذا لم يحدث في زمبابوي الذي حدث أن الجيش اختار موقعا للعب يعني المسار خلافة خلافة رئيس موقابي يعني الجيش قرر أنه لن يكون هناك بديلا لموقابي من عائلته وترك الأمر الآلية سياسية عبر الحزب الحاكم هذا هو الذي يجري في زمبابوي سنتقل إلى الجزء الثاني الذي سنناقش فيه أين توقف الكاتب الإعلامي حمزة محصول حول مسألة دور المؤسسة العسكرية ومسألة التداوز السلمي على السلطة وهذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من برنامج خلف المشهد فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من خلف المشهد عادة ما تثار قضية التداول السلمي على السلطة في إفريقيا عندما يستولي قادة الجيش على السلطة إذ جاء بوقف رئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي مما سمه بشبه الإنقلاب في زيمبابوي مدين تصرفات كبار جنرالات الجيش معلنا في الوقت نفسه دعمه لعودة العمل بالنظام الدستوري والمؤسسات القانونية في البلاد أسدر باحي أرتكز على موقف الواضح لرئيس الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي بأنه وصف خطوة الجيش بأنها شبه إنقلاب هل يملك الاتحاد الإفريقي آليات للتدخل اليوم في حالة زيمبابوي ليس في حالة زيمبابوي لأن الاتحاد الإفريقي لما أنشئ أنشئ عنده أسباب اقتصادية ديبات ولكن عنده أيضا أنشأ مجلس الأمن الإفريقي وهذا المجلس الأمن الإفريقي الهدف أو الغاية هو يقوم بالتدخل أو يفرض حتى على الإنقلابيين أو عندما يكون هناك وضع غير سوي يدخل مجلس الأمن الإفريقي في هذه الحالة لم يتدخل لم يتدخل لأن الإشارة الأولى لإشارة الجيش في بيانتا والأستاذ محصول تكلم على الطريقة التي يقدم بها الجيش الزيمبابوي هذا الإنقلاب قدموا على أساس أنه ليس لا يمس شخصية موغابي بل إبعاده عن بعض الأشخاص يعني أنه من البداية أن الجيش الزيمبابوي قال أنه ليس إنقلاب وأكد ذلك عدة مرات حتى في سلوك معناها بالإتحاد الأفريقي لا يملك هذا الحق أنه يتدخل مباشرة وإنما التدخل محتشم محتشم باعتبار أن الإتحاد الأفريقي أنه زيمبابوي هو عضو هي عضو مؤسس وأيضا زيمبابوي موغابي عمل داخل الإتحاد الأفريقي وصورته مشرفة داخل الإتحاد الأفريقي معناها موغابي اليوم من طبيعي جدا الإتحاد الأفريقي وحتى جنوب الأفريقي التي تدعمه تقف مع موغابي لأنه الشرعي هناك مؤكس جنوب الأفريقي والجزائر أيضا والوقوف مع الشرعية الدستورية لكن أنا كما قال زميل هو أن الجيش تدخل ليس لطرد موغابي الآن وإنما أوقف مصار ممكن أن تصل إليه زمبابي هي التوريث هذا المصار عفوا أنقل هذا الانشغال إلى حمزة محصول هذا المصار هل يمكن اليوم للإتحاد الإفريقي الذي لم يعلق عضوية زمبابي داخل الإتحاد عادة ما يسارع الاتحاد يتعلق عضوية أي دولة يقع فيها انقلاب هل ممكن للإتحاد الإفريقي أنه يعمل يوم على الحد من مسألة الإنقلابات ومسألة أساسية هي التداوز السلمي على السلطة نعم هو الاتحاد الإفريقي معروف أنه هيئة قارية يعني تتعامل مع الأمور الرسمية تعلق على الأحداث وتتخذ قرارات بناء على القرارات التي اتخذت على شكل رسمي ألفا كوندي تحدث عن شبه انقلاب ولم يقل انقلاب والانقلاب في زمبابوي ليس مكتمل الأركان وإن لم يتضح لنا على الأقل ما هو شبه الانقلاب نعم هو انقلاب واضح يعني مجموعة من الضباط أو الجنود يتوجهون إلى القصر الرئاسي أو القصر الحكومة يسيطرون على طبقة السياسية الحاكمة ويعلنون بيان إنهاء فترة حكم رئيس فلاني ثم ينصبون هيئة عسكرية للإشراف على مرحلة انتقالية يسمون تلك الهيئة بإسم معين مثل ما حدث في بوركينفاسو 2014 لما كان انقلاب فاشل وغيرها من الدول في تركيا في باقي الانقلابات الفاشلة وناجحة في أفريقيا في نيجيريا يعني انقلابات هكذا هي متعارفة عليها أن تكون بهذه الطريقة الجيش في زمبابوي لما تحدث لم يقل تمت الإطاحة بمقابي وأعلن عن هيئة هو قال سنحمي الرئيس من محيطه لم يقل هناك سلطة جديدة بالعكس هو اليوم يتفاوض مع مقابي على سلطة جديدة على مرحلة انتقالية على مخرج مشرف وترك أمر إقالة أو استقالة الرئيس للحزب لم يستقل الرئيس من الرئاسة بشكل رسمي لا لم يستقل من الرئاسة والأمر يعني آلية خروج مقابي تتم عن طريق الحزب الحاكم يعني حزب مقابي يعني المسار خروج مقابي يتم بطريقة سياسية وليس بطريقة عسكرية بدليل أنه لم تسقط في أرواح ليست هناك دماء ليست هناك حروج وإنقلات أبيض يعني بالنسبة لها مش تحرك الالتحال الإفريقي وبالتالي الالتحال الإفريقي لا يمتلك المعطيات التي تجعله يتدخل ولا يملك أيضا مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي تحددت عنه الأستاذة للتدخل لأنه لما تكون في حرب أهلية ويسوء الوضع الأمني تقوم بنشر قوات أو شيء من هذا القبيل مثل ما هو معمول الآن في بورندي وإفريقيا الوسطى وبالتالي زمبابي مثل ما قلتك في بداية الحصة أنه الأمر يعني داخل حزب حاكم لم يخرج من نطاق ليس لهذا الحاكم يعني مؤسسات الحاكمة ليس بين رئيس وطبقة سياسية معارضة ليس بين قبيلتين يعني أو سياسيين نحضرون من خلفية قبلية يعني هو جهاز حاكم يبدو تعرض إلى التجعزع في داخله يبدو أن الأستاذ الله تعقب على هذا التجعزع تفضلي أستاذ ملاحظة مهمة جدا عندما نقوم بإقلاب عسكري عموما لما العسكريين يقومون بإنقلاب يشكلون هذه اللجنة ويعينون شخص هو يدير شؤون البلاد لحالة انتقالية لحين يجرى انتخابات أو مسار في الحالة في الزنباوي الجيش طالب نائب الرئيس لا هو أعاد نائب الرئيس عفوا أعاد نائب الرئيس فالا يعني أن هو هنا لم يأتي بقائد عسكري ووضعه على رأس الدولة في مكان مقابي لا هو قال يعود لنائب الرئيس لأنه هو المهي بأن يقود زنباوي إلى المرحلة القادمة نعم هذه النقطة وأريد أن أتوسع على ضوء تجربة زنباوي اليوم التي نعيشها حول طبيعة وتركيبة المؤسسة العسكرية في أفريقيا ومسألة التداول السلمي على السلطة هل تطلعات العسكر للسيطرة هي من يعيق هذا التطور الإيجابي بمعنى القبول بفكرة التداول السلمي على السلطة في أفريقيا بشكل عام هو مسألة التداول السلمي على السلطة مثلا أعطيك مثال شبيه إلى حد بعيد بزنبابوي مثال أونغولا كان في رئيس دوسونتوس خوصي دوسونتوس حكم 38 سنة إلى غاية أوت الماضي ولديه ابنة ابنته اسمها إيزابيل من أغنى نساء إفريقيا ونساء مؤثرات كان لها طموح تستطيع أن تلعب ورقة توريث ولكنه فضل الانسحاب من المشهد بعد 38 سنة واختار شخصية الآن هو رئيس للدولة من حزبه وابتعد عن سيناريو التوريث وجنب بلاده الوقوع في مشاكة هذا مثال الانتقال السلمي للسلطة يعني الرئيس عمر طويلة ينحضر خلفية طورية استطاع أن ينقل سلطته إلى شخصية مدنية بشكل سليس العسكر في إفريقيا معروف أن الانقلابات العسكرية تأتي للتدخل لتصحيح وضعها أو لطموحها وغالبا تكون مدعومة من الخارج لا ننسى هذا الأمر مثل ما حدث في بوركينفاسو مع توماس يعني فرنسا لما تشوف شخصية عندها النزعة القومية عندها القومية الإفريقية تغير على الثروات فيها يعني تعاند يعني في عندها قوة تفاوضية في عقد الصفقات الاقتصادية ومشكل كذا تدعم جهة أخرى لتقوم بانقلاب فالعسكر غالبا من يقوم بإزاحة هذه الأشخاص هم العسكر وبالتالي ليس من تقافة العسكريين في إفريقيا يعني طموح إلى السلطة هكذا فقط وإنما وفقا لمجموعة من الترسبات سواء تكون داخلية مثلا إزاحة الدكتاتور عمر طويلة وصار يسيء إلى المصلحة العليا على ذكر المسألة تعفوا حمزة لو تسمح لأقاطعك في هذه النقطة لأنقلها للأستاذة أمينة رباحي هل تدخل العسكر تحت غطاء أنه سيحل المشاكل في الأنظمة السياسية في إفريقيا فعلا عندما ندرسه إفريقيا الدول الإفريقية اللحظة أن هناك الإشكال أين يكمن يكمن في بناء الدولة الحديثة وهو كذلك بناء الدولة في إفريقيا فالجيش الجيش ماذا يمثل هل يمثل الدولة وهو في الحقيقة لتأمين الأمن واستقلال الدولة واستمرار أن الجيش يقوم بحماية هذه الدولة وسيادة هذه الدولة لكن الجيش لما يكون عنده ولااءات سياسية سيب ناشونال تحت قومية يعني إلى الإثنية إلى القبيلة إلى شخص معين هنا يصل هذا عدم التداول على السلطة بطريقة السلمية يعني أنه لا يوجد هناك سنديق تحكم وإنما هناك تدل على نزاعات نزاعات إثنية موجودة ويمثلها الجيش يعني أن الجيش ليس هو الذي يمثل اللحمة الوطنية وإنما يميل الكفة لقبيلة أو إثنية في الحالة الزنبابوية لم تكن بهذه الطريقة إذن لما نشوف بلي رئيس رئيس معين أصبح يثير شكوك لدى طائفة معينة أو مسألة التوزيع نتكلم على التوزيع التوزيع العادل للثروات أو الفساد والمشكلة الاقتصاد أيضا هي تراكمات كما أشار حمزة هي تراكمات لأنه إفريقيا لا ندرسها على أنها مثل الدولة الحديثة وإنما دول تكونها قبائل وبالتالي لما نتكلم على قبيلة معينة تملك سلاح أكثر من الدولة هذا يرجع إلى ثقافة تلك القبيلة ثقافة القبيلة وللأسف الخارج أو خاصة نقولها صراحة فرنسا مثلا لعب الدور كبير في عدة إنقلابات في إفريقيا لأنها لأن هذه الدول كانت تقدم الاستثمارات لفرنسا وهي كانت موجودة ومتواجدة في إفريقيا وهذا لا أحد ينكر ولكن هناك أيضا دخول الصين ودخول أمريكا إلى الأسواق هذه أعفو على المقاطع دائما في هذه الحالة هناك للعامل الخارجي أيضا دور في تحريك أحداث تغيير حمزة هو موغابي على ذكر الرئيش موغابي في آخر فترة حكمه للاتحال الإفريقي طالب بسن ضريبة تقطع من ميزانية الدول الإفريقية لتمويل ميزانية الاتحال الإفريقي حتى يستقل في قراره تخيل أن ميزانية الاتحال الإفريقي أغلبها تأتي من الاتحال الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فحتى هيئة الاتحال الإفريقي يعني لما تكون فيه تمويل من الخارج يكون مشكل استقلالية القرار لدى المؤسسات وقص على ذلك في كل دولة أنت قلت في السؤال قبل الأخير أنه آتار الانقلابات العسكرية لو أذكر لك مثلا انقلاب الذي وقع في مالي سنة 2012 كلف دولة مالي فقدان نصف مساحتها الجغرافية وقعت تحت قبضة ليس الجماعات الانفصالية والتي دخلت لانفتفق سلم ولكن جماعات الإرهابية فالانقلابات العسكرية دائما ما أضرت بالبلدان الإفريقية وضعيعت عليها فترات يعني عادة ما يقول حادة الاستقرام الانقلاب يقول لك فترة انتقالية لسنة تمتد لعدة سنوات نعم فقط في عجالة نقطة أخرى تتصل بمسألة التحول الديمقراطي اليوم في إفريقيا هل ممكن لما اليوم الإفريقيا تدريجيا من خلال تجارب معينة أيضا عندما تخلى بعض العسكرين عن السلطة أن تؤسس لتحول ديمقراطي تدريجي يحفظ لإفريقيا استقرار سياسي تبحث عنه بعجالا لكلمة التحول التحول يعني أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في إفريقيا تراوح نفسها يعني أنها لها نفس الوضعية وبالتالي هناك محاولات للتغيير ولكن تغيير أسماء وليس أنظمة مثلا مقابل لو يرح يجي هذا لائب الرئيس من هو من هو هذا اسمه الكروكوديل التمساح يعني هو وصف يطلق عليه هو وصف يطلق عليه لأنه أكثر ديكستاتوريا من مقابل وبالتالي أنا أغير اسم ولا أغير منظومة حكم يعني مقابل يذهب يأتي هذا وبنفس الطريقة نحن أمام وضعية أن الدولة في إفريقيا يجب إعادة يجب أن يكون هناك اندماج اجتماعي أن يكون عندنا مشروع دولة مشروع ثقافي واحد وليس مستورد من الدولة نحن أمامنا أمامنا دول مستوردة مستوردة السكوة مستوردة أننا عندها دساطيرها طريقة حكمها طريقة كلها من الخارج وهذا وليست نابعة من البناء الاجتماعية من البناء الاجتماعية ولا تمثل على هذا نجد المشروع مثل كونغو نجد ما يحدث في الكونغو نجد كينيا وغيرها نعم أستاذ الوقت يداهمونا عفوا انتهى الوقت وأعتقد أننا تجاوزنا الوقت لدقائق أشكر الأسادة أمينا رباحي ويأسادة العلم السياسية بكلية العلم السياسية والعلاقات الدولية عفوا وأيضا شكر موصول لزميل حمزة محصول الكاتب الإعلامي المهتم بشؤون الإفريقية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأسبوع القادم بحول الله نبحث في خلف مشهد جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة